السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم ومتابعي قناة المتدائي الرائد يوم جديد ودرس جديد إن شاء الله نحن دائما في مجال القرية والمدينة نحاول أن نرى صفحة رقم 94 من كتابي في اللغة العربية نحاول أن نرى درس الخط وكذلك الإملاء إذاً أراحض رسم الهمزة وأكتب لاحظوا معي بئر هنا الهمزة في وسط الكلمة تكتب على هذا الشكل سألة كذلك في وسط الكلمة تكتب بهذا الشكل فؤاد الهمزة فوق الواب تكتب كذلك بهذا الشكل كذلك سألة كتكتب بهذا الشكل على السطر في وسط الكلمة جيد جدا حاولوا أنكم تدربوا على هذه الكلمات هكذا ستحاولوا أنكم تعقلوا عليهم كيفاش كيتكتبوا وكيفاش كتمنوا كتابة ديالهم لاحظوا معي أتدربوا أتمم الكلمات بالهمزة المناسبة هم الهمزة في جميع الحالات التي تجعلها على الأليف هنا على السطر هنا على الياء وهنا على الواب إذن سائل رؤوف مائدة رأس مؤذن ذئب مسألة قراءة ذئب مسؤول إذن حاولوا أنكم دائما تدربوا على هذه الكلمات وتعقلوا عليهم وتعقلوا على كل كلمة كيفاش كتكتب لحتوا معي إذن شوفوا تمرين آخر أتذكر وأكتب كلمات فيها همزة متوسطة مائدة سائل كلمات فيها همزة متوسطة على الواب رؤوف مؤذن كلمات فيها همزة متوسطة على الألف أذن ذئب ذئب لحتوا معي إذن إلى هنا كنوصل للنهاية الدرس جلي جلي وما الخاص بالخط والإملاء نتمنى أنني كنتم موافقة في الشرح جلي نتمنى أنني إن شاء الله نتلقى معكم في الدرس قديم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر